تسلح كغيره من الخبراء يعتقد الدكتور نبيل العضار خبير التنمية الاقتصادية أن ما يواجه الاقتصاد الأمريكي من تحديات ومن احتمال حدوث انكماش في ظل حالة التضخم مسألة مرتبطة بكثير من الأمور داخلية وخارجية لكنه يؤكد على احتفاظه بالتفاؤل الستة سنوات الماضية كلها كانت نمو رغم أن حدث مهم فيها كبير وهو هذا الوباء الغير المسبوق حتى وهو يقضي إجازة نهاية الأسبوع بولاية دولاوير كانت قضايا التضخم والانكماش وأسعار الوقود السؤال الذي وجه الرئيس بايدا من مواطنيه لكنه على عكس الخبراء يؤكد أن حالة الانكماش بعيدة عن الحدوث بالنظر للمعطيات القائمة خاليا مسؤولون السابقون الذين تحدثت معهم يقولون أن لا مؤشر على ما يؤكد عدم تجنب حدوث انكماش تصريحات بايدا هي أيضا على لسان المسؤولين الماليين في إدارته فهم يؤكدون أن هناك عوامل سابقة منها أزمة كورونا خاصة وعوامل طارئة كالحرب الروسية في أوكرانيا إن عكست بشكل كبير على الوضع الحالي لاقتصاد البلاد أتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بعد سنوات من النمو المتسارع ويحقق معدلات قياسية في الوظائف بعد ذلك سيكون من الطبيعي أن يعرف الاقتصاد حالة من الاستقرار في النمو لكن لا أتفق مع الذين يقولون إن حدوث الانكماش مؤكد وأنه لا يمكن تجنب حدوثه كل هذه التأكيدات تزامنت مع كشف صحيفة الولستري جونال نهاية الأسبوع الماضي أن 44% من الخبراء يتوقعون قريبا حالة انكماش في الاقتصاد واحدة من الحلول التي تفكر إدارة الرئيس بايدن في اعتمادها في القريب العاجل هي رفع الضريبة الفيدرالية عن الوقود عن عاتق الأمريكيين في محاولة للتخفيف من جحيم أسعار الوقود في المرحلة الحالية بالمناسبة كان هذا أحد الحلول الذي لجأت إليه الحكومات المحلية هنا في منطقة واشنطن الكبرى سواء في فرجينيا أو ميرلند وحتى العاصمة الفيدرالية واشنطن في سبيل تحقيق هذا المسعى ولوقت غير قصير رابح فلالي الحرة واشنطن اشتركوا في القناة